سلوى عثمان كانت بتحلم بإيه؟ يعني إيه الدور اللي يعني لو أنت جيتي قلتلي أنا في كل الأدوار دي فيه أدوار بالنسبالي محطات يعني نقلتك وفيه أدوار خلاص يعني كان لازم أعملها وراحت لكن فيه أدوار تفضل هي بالنسبالك هي العظم بتاعك أنت يعني هي اللي نقلتك إيه الأدوار دي؟ وإيه الأعمال دي؟ هو أنا الحمد لله من أول ما اشتغلت وأنا باشتغل مع يعني فنانين كبار سواء أستاذ عاطف وأستاذ وحيد حامد طبعا بعد كده يعني أعملت مثلا البشاير مع أستاذ وحيد حامد مكان جميل البشاير آه يعني دي على فكرة علامة جمدة جدا لأن أنا عادت فترة طويلة جدا جدا يقولولي بياضة آه صحيح يعني نفسه لما أنا ماشي في الشرع يقولولي بياضة أيوة فالمسلسل كان حلوة قوي وماجح قوي ومحمود عبدالعزيز طبعا الله يرحمه طبعا أستاذة مديحة وأحمد بدير وإنعم الجريتلي إنعم كانت خطيرة جدا جدا صحيح وأمينة ريز صحيح وأمينة ريز دي كانت عبارة عن عسل أيوة فالحمد لله أن أنا البداية برضو كانت بداية كبيرة مش صغيرة بعد كده بقى فيه ابتدت أشتغل طبعا في حاجات بقى ملف الأدب والحاجات دي كلها لأ ملف الأدب كان قابل بيضة المهم يعني وصلت بعد كده فيه أنا بحس إن فيه نقلة تانية والحمد لله كانت كل الشغل حلو وكل حاجة بس فيه نقلة تانية جات في حياتي من أول سجن النسا طبعا طبعا يعني سجن النسا برضو عمل بالنسبة لي زي ما يكون بداية جديدة صحيح يعني أنا فاكرة ساعتها كانت أستاذة كاملة أنا طبعا كنت خايفة قوي لأن أنا إيه مش عارفة دور سجانة بقى وبتاعه طبعا كانت مع نيلي كريم آه ونيلي كريم وكده وروقي وكاملة أبو ذكري يعني عارفة إزاي فالمهم أستاذة كاملة قالتلي بعد وإحنا بنشتغل وبتدينا نعرض وإحنا كنا لسه بنشتغل فقالتلي أنت شفتي السوشيال ميديا بتقول عليك إيه قلتلي أنا ما عنديش ما كانش عندي فيسبوك ساعتها فالمهم قلتلي لا لا ما قالتلي لا لا عملي فيسبوك بقى وشوفي الناس بتتكلم عنك إزاي فطبعا أنا دي أولا جملتها دي فرحتني طبعا لأن معنى أن فنانة كبيرة مخرجة كبيرة زي كاملة أبو ذكري تقولي كلمة زي دي يعني هي بتقولي إن في حاجة هو كان دور صعب آه دور صعب مخفتيش من الدور ده أصلي دور سجانة ده سجانة يعني روحتي قابلتي شخصية آه آه إحنا قابلنا قابلنا في أم أحمد كانت في عزبة السجن اللي إحنا كنا بنصور فيها كنا بنصور في بيوت فيها وكده فطبعا أم أحمد دي يعني سجانة سجانة خدت منها إيه؟ لأن أنت كنت شديدة برضو في العمل ده آه يعني أنا أنا خدت منها طريقة السجانات حتى لو يعني أنا فاكرة أن أستاذة كاملة مرة كنت باكل وبتكلم يعني قاعد على الطبلية وبناكل وش عارفة إيه فأنا بتكلم بطريقة وباكل بطريقة السجانة لما تقعد وتتكلم وش عارفة قلت لها يعني بقول لإسماعيدي قولي قولي إحنا معيك يا عدين يا آآ نيلي كريم بقول لها أنت مش عارفة لازم تعملي كذا وكذا عشان تبقي سجانة والدبانة فطبعا الدبانة دي عجبة كاملة جدا اللي هو بتتكلمي زي ما هم بيتكلموا وزي ما هم طريقتهم تقمصي الشخصية نفسها آآ يعني بصي أنا ساعات بقول إيه؟ أنا مش بعمل حق يعني ببصة لاقي نفسي بعمل الحاجة أنت عارفة لما تحس أنك أنت تدخولي تعملي حاجة فجأة لاقي نفسي أنا عاملة شخصية طبعا أنا بقراها وبحفظها طبعا لازم بقى حافظة كويس جدا عشان الحفظ ده بيبقى إيه؟ يبقى انتهى بالنسبة لي وبمثل بقى فببصة لاقي نفسي زي ما كون فجأة فيها عفريت ريكب مثلا أو حاجة حصلت لي جوة قدام الكاميرا أن أنا بعمل الشغل ده بقيت السجانة دي خلاص بقيت السجانة فجأة بلاقي نفسي بقيت السجانة بالكلام والمخرج طبعا بصي الكتابة والمخرج والممثل التلاتة دول ما يقدرش يستغنوا عن بعض ما ينفعش أن أنا أبقى مثلا مع مخرج ضعيف وأنا كويسة أو كده بينقص حاجة مثلا في طريق الإخراج في الكدرات في البتاع يعني ممكن الحركة يعني ممكن مثلا مخرج يدي لك حركة تخليك تقولي الجملة أحسن من حركة تانية طبعا يعني عارف أن هو ممكن يقولك إيه تقومي في الحتة دي تتكلمي فالحاجات دي كلها بتفرق الكدرات اللي بياخدها الحاجات دي المؤلف كمان لما بيبقى كاتب كلمة حلوة كلمة أنت تحسيها يعني أنا قعدت فترة عملت اللي هو بعد كاملة أبو ذكري السجنة عملت اللي هو أفراح الأوبة طبعا حمد يسين أفراح الأوبة كان فيه مشهد قعدوا الناس برضو يعني حسينه فترة طويلة اللي هو وأنا بحمي يد نصار اللي هو طارق رمضان في المسلسل وببكي وبقول له ما تسيبنيش وبحلفه بغرمتي اللي هي كاتبونة زاكير أنا أديها الصحة والعافية يا رب بحلفه بيها اللي هي مفروض أنها غرمتي لما توفت فالمشهد ده أنا لقيت حتى محمد أمين راضي مش من نوع اللي بيقعد يعني يقول للممثلين كتير إنه مثلا ده حلوة أو بتاع فبيقول لي عجبوا جدا المشهد طبعا محمد يسين طبعا هو اللي كان المخرج طبعا وبعدين أنا عندي كان داعم جميل قوي ربنا يرحمه يعني من أكثر الناس الداعمة ليا كانت الأستاذ وحيد حامد طبعا كل ما أعمل شغل والله العظيم كل ما أعمل شغل ألاقيه بيكلمني في التليفون يقول لي إيه اللي انتش عاملا ده إيه اللي مش هارفة إيه ده إيه فبيخليني كل مرة يعني والله ساعات ببقى بفكر أعمل حاجة حلوة قوي عشان ألاقيه يكلمني يقول لي أنت عامل حاجة حلوة الحقيقة كان دايما مفيش مسلسل يعني السجن الناس أكلمني في أفراح الأوبة أكلمني في البرنس يعني عارفة كل مشهد أبصة لقيه يعني بقى حلو كده فلقيه بيكلمني وبيشجعني فكت حاسة أنه هو دعم كبير جدا جدا ليه بيفضل الفنان محتاج كلمات الدعم مهما كان عظيم هقولك الحاجة أنا أنا ببقى أحلى وأحلى كمان لما حد يقول لي الله حلو قوي اللي انت عملتي ده فيه ناس تبقى عارفة مثلا كويس كل حاجة بس ما تقولش لا أنا بحب حد يقول لي كلنا التقدير كلنا هو موضوع التقدير كم هو مهم حتى في الحياة الشخصية يعني